وعلى همشي مشاركتها في أعمال منتدى مستقبل العقار بالرياض اجتمعت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد رميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني مع معالي السيد ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وخلال الاجتماع أكدت سعادتها أن إشراك القطاع الخاص في خطط وبرامج توفير خدمات السكن الاجتماعي يسهم بشكل أساسي في استدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين مشيدة بتجربة السعودية في مجال تنويع الخيارات الإسكانية كما تم تبادل وجهة النظر حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بخطط توفير الخدمات الإسكانية في كل البلدين الشقيقين والموضوعات المطروحة في جلسات المنتدى هذا واستعرضت الرميحي مسجدات خطط ومبادرات توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين في مملكة البحرين من خلال تنويع مسارات العمل التي ترتكز على برنامج التمويلات الإسكانية وبرنامج حقوق وتطوير الأراضي الحكومية واستكمال تنفيذ مشاريع المدن الإسكانية من جهتي أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين لتبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في تطوير الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين ترجمة نانسي قنقر